هل تعدد الزواج مشروط بأنها تكون عيانة ما بتخلفش مقصرة معي لا ده في أوهام يعني شارعا مش مشروط تبقى مراته زي الفل وكويسة وقايدة صوابحها العشرة وهو يروح يقولها هاجبلك وحدة تاعة بلاش السنائية دي بلاش يا إما تبقى عضم في قفة يا إما تبقى ملكة جمال الشام مش ضروري السنائية دي في بين الأبيض والقس والدرجات متعددة ومن قواعد الشريعة بل من قواعد المنطق والعقل أنه لا قياسة في الأشخاص يعني كل حالة لها خصوصيته وكل إنسان مميزاته وعيوبه لا لا مش كده كل حالة لها خصوصيتها فلان اللي تجوز ده غير فلان اللي تجوز ده هنا محمود هنا مزموم هنا مباح ولذلك قضية التعدد دي احنا بيقولوا أنه ممكن تطرع عليها الأحكام بل الزواج فيه أصله يعني إيه تطرع عليها هقول لي حضرتك الزواج فيه أصله الزواج اللي أنا عاجب وهتجوز آه من أصل ممكن الزواج فيه حق يبقى واجب واجب أن أنا تجوز واجب شرعا ويأثم لو ما تجوزش لو في حالة أنه مستطيع يتجوز ويخشى على نفسه الفتنة أو يستحب وأحيانا يكره له الزواج تخيالي بقى الفقهاء ذكروا أنه فيه حالات يكره للإنسان المتزوج لو غير قادر لو رأى في نفسه أو ظن من نفسه أنه قد لا يستطيع أن يعني يتحمل مسؤوليتها وكذا إلى آخر أو عنده مثلا حاجة معينة احنا بنعده ليها والزواج هيعطلوا عنها ودي حاجة أشرف وقد يحرم عليه الزواج إذا كان متحقق فعلا أنه مش هيقدر يقوم بالمسؤولية ويقدر يتحمل يعني تبعة الزواج طب والتأسيمة دي تطبق أيضا على التعدد؟ إذا كانت هتطبق على الزواج اتداءني ما تطبق على التعدد بس هنا الأسباب مختلفة الأسباب مختلفة والنظر في كل حالة بحسبها يعني إيه النظر في كل حالة بحسبها يعني أنا بيجيني واحد بيقولي يا مولانا أنا دلوقتي البعيد ده عنده قرحة في المعدة وأنا الدكتور قال لي الشطة دي بتؤذي معدتك هقوله حرام عليك تاكو الشطة مش عشان الشطة حرام عشان في حقه هو مضر حرام في حين أنا بيأكل الكشري بتشطة عادي فيش مشكلة وأنا بقوله الكلام ده نعم فقضية الزواج التعدد دي الأصل فيها نقره وبعدين عند التنزيل وعند التطبيق يبقى من قبيل الفتوى كده كل حالة لها خصوصياتها وليها ظروفة الأصل إن التعدد حق للرجل بشرط العدل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر